مانشستر سيتي وصل للسعودية الكبير اوي 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 مانشستر سيتي عندهم واجه مع قراوة الياباني في نصف نهائي البطولة في نفس الوقت هيكون الاهلي بيلعب مع فلومنينزي مش في نفس التوقيت يعني ولكن نفس الدور يعني بقطتين في منتهى الأهمية الطبيعي والمنطقة ان مانشستر سيتي هيكون بيلعب مع فلومنينزي في المانشستر سيتي عفوا يا نهر السود انا اللي قلت ده سراحت المانشستر سيتي يلعب مع النادي الاهلي في الفاينل فلومنينزي وقراوة يلعبوا تالت ورابع بإذن الله بإذن الله بدوم مقاطعة بدوم مقاطعة ان شاء الله بإذن الله يبقى مانشستر سيتي والنادي الاهلي في الفاينل وفلومنينزي وقراوة في التالت ورابع هتقول لي ما قراوة ممكن يعمل مفاجأ مع مانشستر سيتي هقولك صعب اوي قوي قوي يعني دي مونتشستر سيتي يعني بيتخبط في الدوري الإنجليزي فما أعتقدش أنه كاس العالم هيستهين بالبطولة دي خالص كل أعملنا وأحلامنا نحن نشوف بقى إيه كهرباء بيجرى على روبين دياز وبيعدي منه السلام علي معلول بيقطف الكرة من بوطن بيرح يعمل هجمة ويعدي من أكر السلام السلام رامي ربيعة بقى وياسر إبراهيم ومحمد عمينة من الليلعب يعني يقفلوا على كل الهجوم بتاع مانشستر سيتي نص الملعب بتاعنا سلامه على حلوته وجماله وهو بيسيطر عليه قدام رودري وبرناندو سيلفا والباقي السلام السلام أنا بس أحلم معاكو شوية كده وأتخيل الصورة لأهلي قدام مانشستر سيتي مارسل كولر بيتفوق على بيب جارديولا طبعا عافية أنت بتضحك دلوقتي وشايف الدحكة على وشك بس خلونا نحلم خلونا نحلم خلونا نحلم وان شاء الله الأهلي بقد الحلم بإذن الله تخيل كده بعد المباراة أنا عديت أنا عارف وأنت تجي تقول لي أنا أتكلم زي ما أنا عايز الفرقة ما تركز غير معها في لومنينزي بس أنا أتكلم على أحلامي للمستقبل يعني تخيل كده الأهلي بيكسب في لومنينزي وبعدها هيكسب منشستر سيتي في الفاينال ويطلع العناوين كده إيه في مباراة تفوق فيها مارسل كولر على بيب جارديولا إمام عشور وعسين الشحات ومحمد الشناوي نجوم المباراة فودن وديبروينا ورودري اللي هيلعب يعني أخفقوا في هاي زي المواجهة ديبروينا لسه مصابة أعتقد يعني بس الفكرة إنه حلوة أخيال العالم كله هيتكلم عن نادي القهدي بس حرفيا بقى العالم كله هيتكلم عن نادي القهدي يعني إيه يعني صحافة إنجلترا كلها صحافة أسبانيا كلها صحافة طاليا كلها صحافة فرنسا كلها الأهلي بيكسب منشستر سيتي تعرف لما الأهلي كسب ريال مدريد في 2001 مباراة ودية العالم كله تكلم عن المباراة دي مباراة ودية اللي كانت في القهرة جون صندية انت عارفينه الشهير ده ببالك إنت الأهلي بيكسب بقى منشستر سيتي في بطولة رسمية في نهاية بطولة رسمية وبياخد كسب عامل الأندية يا عه يا عالجمال والحلاوة والطعامة يا عالأحلام الحلوة ده اللي بيأحلم به جمهور النادي الأهلي وده اللي احنا كمان بنأحلم به والحلم مشروع جدا جدا وحبص حسع هلالك عشان بس ما تتعقداش على نفسك يعني الأهلي السنة اللي فاتت لما لقى عبريال مدريد تاكر انت الخطأ بتاع ديانج والكورتين اللي في الآخر دول اللي خلوا النتيجة كبيرة بس الأهلي الآخر اللحظة كان بيضيع فرص وضيع ضرب الجزاء قدام ريال مدريد ووصل لمرمى ريال مدريد خمس ستة مرات أيوة أيوة عشان لو انت نايسي بس لقى لي وصل خمس ستة كرات على مرمى ريال مدريد وكلهم كانوا كرات خطيرة جدا مش مستحيلة والله مش صعبة خالص يعني ده فيه فدأ كبير وانت يداش تعمل كده مع ريال مدريد والأهلي عمل كده السنة اللي فاتت تقول لي مع تغلب أربعة ولكن تفاكر السيناريو يعني اتنين واحد وجنين في الآخر ولقى لي كان خد الرزق خلاص في آخر الدقايق وضيع ضرب يعني كان وفيه كذا كرة كانوا جون المية في المية ما تفتكرش النتيجة بس تفتكر السيناريو لو السيناريو بقى ظبط يزبط بكرة الأول بس إن شاء الله وبعدها يزبط قدام مانتشاستر سيتي في النهاية دي تبقى ليلة تبقى ليلة ولا ألف ليلة وليلة تبقى ليلة نحن بص نقيم الأفراح والليالي الملاح إن شاء الله يا رب أنا عارف إنه الكلام نقول لك دوت إيه أنت عملت قولي عم نستنى بس نعدي بكرة ماشي خلوني نبسط كده ونحلم شوية مع بعض هنعدي بكرة إن شاء الله وبإذن لنا لقى مانتشاستر نعمل مباراة كبيرة بس نحلم كده ونبسط ونبقى عندنا حماس والأهم إن بعد مباراة اتحاد جدة ودع جامني بقى في جمهوري النادي الأهلي إن الصيغة اللي هي بتاعت إيه إنك تقلم من نفسك إنك حاس إنك مش كبير إنك حاس إنك قليل دي راحت خلاص بي أنا كلها منتكلم في فكرة إيه ما الأهلي يكسب فرومنينزي عادي ده ممكن يبقى فريق أسعى من تحت جدة ومش حقيقي أنا دايما بقولك إنه فريق أسعى من التحت جدة بس محنا ممكن يكسب الفرومنينزي واحد زي حالتي كده إيه أحلامه وردية قوي فيقولك تم يوصل للفاينل كمان ويكسب منشستر سيتي عادي يعني إن شاء الله تعد على خير بإذن الله والأهلي يفرحنا